خاطرة أن قلها لكم ولا زلت أتذكرها يوما بعد يوم في بداية قيام الثورة في البحرين سنة 2011 ميلادية استضفنا سماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد مهد العاصفي رحمه الله في الحسينية البحرانية في منطقة أبشاء بعد أن ألقى كلمته سأله البحارين كعادتهم هل ترى إسقاط النظام أو ترى الملكية الدستورية وكل يريد أن يعرف الشيخ ماذا يريد وينتصر لمن هل ينتصر لإسقاط النظام أم لإصلاح النظام لكن الشيخ رد ردا دبلوماسيا بحيث لم يأخذوا منه تصريحا لتأييد أحد الرأيه وبعد أن انتهى من محاضرته في شهر رمضان قلت له أنا أصلك إلى بيتك شيخنا نقلته إلى بيته بالسيارة في السيارة قلت له شيخنا أنت في المحاضرة كنت دبلوماسي الآن أريدك صريح رأيك إسقاط النظام أو إصلاح النظام قال وما يهمك برأيه قال أنا أرى أن أكبر خلل في ثورة البحرين هو عدم اتفاقهم على سقف معين هذا يضعفهم أمام الأعداء والأصدقاء معا ينبغي أن يجتمع جميع أطياف المعارضة ويتفقوا على سقفهم إما أن يتفق الجميع على إسقاط النظام وإما أن يتفق الجميع على إصلاح النظام حتى لو كان مخالفا لرأيه المهم أن يتفقوا وفي واقعنا المعاصر يمكن الاتفاق طبعا إسقاط النظام أو إصلاح النظام الملكية الدستورية ليس آية منزلة أو وحيا منزلة يمكن أن يتفق على شيء بينهما